وكان رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغازواني قد غادر نواكشوت صباح اليوم متوجها إلى روما لحضور دورة الثامنة للحوارات المتوسطة وودع رئيس الجمهورية بمطار نواكشوت الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول سيد محمد والبلال مسعود والوزيرتين المستشارتين برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمجيرة المساعدة لديواني رئيس الجمهورية ووالي الواكشوت الغربية ونائب رئيسة جهة الواكشوت ويرافق رئيس الجمهورية وفد هامون يضم كل من محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمرتانيين في الخارج عثمان ممدو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عبدالسلام المحمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة اسماعيل والشيخ أحمد مجير دواني رئيس الجمهورية زينب منتعلي سالم سفيرة بلادنا في روما تل عثمان مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والناجي مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة ووفد من رجال الأعمال الموريتانيين برئاسة محمد زين العابدين والشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين اشتركوا في القناة